قول هل قراءة الإخلاص سورة الإخلاص قل هو الله أحد عشر مرات يبنى للإنسان بذلك بيت في الجنة قراءة الإخلاص ورد فيها حديث عديدة فلم يثبت في سورة فضائل كما ثبت في سورة الإخلاص فقد قال النجل وسلم سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وحاوى أمر أصحابه أن يحشدوا وأخبرهم أنه سيقرأ عليهم القرآن فقرأ عليهم الإخلاص ثلاث مرات فعجبوا لذلك فقال على صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن أما ما يتعلق بتكرار قراءتها عشر مرات وما ذكرت من فضيلة ذلك أنه يبنى له بيت في الجنة فقد جاء هذا في مستذمم أحمد من حديث معاذب الأنس الجوهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بنى الله له بيتا في الجنة قال عمر لما قال صلى الله عليه وسلم هذا قال عمر إذن نكثر يا رسول الله بمعنى أنه إذا كان هذا الأجر والثواب مرتب على القراءة إذن أستكثر يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب والحديث صحعه بعض أهل العلم إلا أن في إسناده مقالا فالمحققون من أهل العلم على ضعف الحديث من حيث الإسناد وقد ضعفه شيخ عبد العزيزي بازر رحمه الله وصحعه جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحم الله تعالى الجميع والأقرب عن الحديث في إسناده مقال لكن قراءة السورة فيها فضيلة عظيمة لا سيما مع تدبر معانيها وما فيها من عظيم المعاني الجليل التي تثبت الكمالات الله عز وجل الانفراد بالكمال والانفراد بقضاء الحوائج قل هو الله أحد الله الصمد فلا يقصد إله ولا يطلب إله والخلق كلهم ينزلون حاجاتهم به سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد وهذه قضية كبرى أكدها كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة وهي غين الله تعالى عن أن يكون له أصل يتفرع من أو عن أن يكون له ولد تعالى الله عما يقول الجاهلون علوا كبير لم يلد ولم يولد ثم قال ولم يكن له كفا أحد بعد إثبات هذه الكمالات الانفراد بالكمال والانفراد بقضاء حوائج الخلق وأنه جل في علاه ليس له أصل يتفرع منه ولا عنه فرع يتفرع منه جل في علاه قال ولم يكن له كفا أحد فليس له سمي ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه هذه المعاني التي دلت عليها الآية سمت بها من حيث الفضيلة حتى غدت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن ولذلك الاكثار من قراءتها هو مما يجري على الإنسان الأجر يزيد الله تعالى به الإيمان ويضاعف المثوب أما الحديث الوارد ففي إسناده مقال أنه من قرأها عشر مرتبنا الله له بيتا في الجنة ترجمة نانسي قنقر